الواقف السياسية للمواطنين العرب في البلاد والذي أجراه الدكتور آريك روفينتسكي أن المواطنين العرب يمنحون الحكومة الحالية علامة 2.37 من أصل 5 درجات فيما بلغت علامة رضا المواطنين العرب عن خطة الحكومة لمكافحة الجريمة في البلدات العربية 2.13 وبلغت درجة رضا المواطنين العرب عن الخطة الخماسية الجديدة للتطوير الاقتصادي 2.29 أعدى استطلاع الرأي برنامج كونراد أديناور للتعاون العربي اليهودي في مركز مشهديان لتعليم شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب فيما تم تنفيذ الاستطلاع بواسطة معهد يافا بمشاركة شريحة ممثلة للجمهور العربي في البلاد وقال 51% من المشاركين في الاستطلاع أن الائتلاف الحكومي الحالي لن يصبت أربع سنوات فيما قال 29.1% أن الحكومة الحالية ستستوفي دورتها كاملة وفيما يتعلق باتفاقيات التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة وغيرها قال 63.2% من المشاركين في الاستطلاع أن هذه الاتفاقيات لن تساهم في دفع اتفاق سياسة بين إسرائيل والفلسطينيين في المقابل قال 55.8% من المشاركين أن اتفاقيات التطبيع هي تطور إيجابي من ناحية المواطنين العرب في الدولة وإلى الموضوع التالي تم مؤخرا تقديم استئناف لمحكمة العدل العليا وذلك من قبل منظمات تمثل مستقلين للمطالبة بمنع إعادة هبات الكورونا التي قدمتها الدولة لأصحاب المصالح والمستقلين عن الضرر الذي لحق بهم في فترة الإغلاقات التي شهدتها البلاد والتي طلبت الدولة إعادتها منهم مؤخرا ويطلب مقدموا الاستئناف من المحكمة إلزام سلطة الضرائب إقامة لجنة استثناءات لتقديم توجهات وطلبات من أصحاب المصالح والمستقلين لإعفائهم من إعادة الهبات التي حصلوا عليها وكان طلب سلطة الضرائب من أصحاب المصالح والمستقلين إعادة قسم من هذه الهبات قد أثار استهجانا كبيرا في صفوف الكثيرين خاصة أن أزمة الكورونا لم تنتهي وأن الكثير من المجالات العمل لازالت تعاني من تبعات الإغلاقات ومن تقييدات الكورونا المختلفة للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو بعد قليل في بث حيو مباشر من كفر ريكنة الخير الاقتصادي الدكتور وائل كريم مساء الخير يا دكتور وائل مساء النور أهلا بك دكتور وائل يعني بداية حدثنا عن هذه القضية ولمن لا يعرف تفاصيل طلب إعادة الهبات يعني الموضوع متعلق بالهبات التي وزعت على المواطنين في فترة الكورونا السابقة يعني الحكومة قامت بتنفيذ موضوع مختلف يعني إلى حد معين وهو أن يتقدم كل صاحب مصلحة للحصول على هبة الكورونا من خلال تعبات استمارة بسيطة والحصول عليها بشكل مباشر بدون فحص السلطات المعنية وخاصة سلطة ضريبة وبالتالي كل من كان يصرح أن هناك انخفاض في دورته المالية بنسبة 20% في بعض الحالات وببعض الحالات كانت لحد لدنا 40% حصل على منحة من السلطة الضرائب وطبعا كانت سلطة ضريبة تطلب من كل شخص أن يوقع على استمارة فيها يصرح بأنه إذا ما كان في المستقبل اكتشفت الحكومة بأنه لم يفي بشروط سوف يعيد الهبات التي أخذها والآن طبعا السلطة الضرائب بدأت بفحص كل الملفات وطبعا الإعاز إلى كل من تلقى الهبات لأن يرجع هذه الهبات إذا لم يكن يستوفي الشروط التي كانت في ذاك الحين ولكن هناك إشكاليات كثيرة جدا أدت بالتالي إلى أن هذه الطلبات التي أدت من سلطة ضريبة إلى الكثير من أصحاب المصالح بإرجاع هذه الأموال هو يعني غير منطقي من ناحية غير قانوني من ناحية أخرى ولا يتناسب إطلاقا مع الهدف الأساسي الذي جاءت من خلاله هذه المساعدات من قبل الحكومة أولا أن يكون هناك تحديد غير منطقي أن كل من لديه انخفاض لحد أعلى من 20% أو 40% ببعض الحالات يأخذ هبا ومن كان لديه انخفاض 39% لا يحصل على هبا إطلاقا لا يوجد أي منطق في ذلك يعني أن الفرق ما بين من انخفض دورته المالية بـ 39% ومن انخفض دورته المالية بـ 41% هو فرق بسيط جدا والخسارة نفس الخسارة فكيف يعقل أن هذا يحصل على هبا وهذا لا يحصل على هبا هذا من ناحية من ناحية أخرى أن التواترات التي كانت في هذه الفترة بأن بعض من أصحاب المصالح كانت لديهم بعض من الأموال التي كانوا يستحقونها في فترة من قبل الكورونا وفي فترة الكورونا حصلوا على هذه الأموال هل هذا يعني بأنهم لا يستحقون المساعدة الحكومية؟ هذا أيضا غير منطقي لأن هذه الأموال جاءت لسداد الديون التي كانت في السابق وهي ليست من دخل حالي في هذه الفترة ففي هذه الفترة هناك يعني طبعا نحن نتحدث عن كثير من 90% من أصحاب المصالح توقفوا عن عمل بشكل كامل فكيف يمكن أن نقول لهؤلاء بأنكم سوف تضطرون إلى إرجاع هذه الهبا بدون أن يكون منطق لذلك لذلك يعني جاءت هذه الشكوى وهذا الالتماس إلى محكمة العدنالية وأنا أعتقد بأن هناك إمكانية لأن يقبل هذا الالتماس لأن موقف سلطة الضريبة بهذا الموضوع فيه الكثير من الإجحاف فيه الكثير من الخطأ وفيه الكثير من البلبلة التي وقع ضحيتها المواطن نعم انظر إلى من اضطروا إلى إغلاق أعمالهم بشكل كامل خاصة في موضوع السياحة ولم يعودوا حتى الآن إلى مزاولة عمالهم بشكل صحيح والآن نحن على عتاب كما يبدو مرحلة مقبلة من كورونا يمكن أن تأتي ويمكن أن تقضي على هذه المصالح بشكل كامل فكيف تطالب هذه المصالح بأن تعيد أموال إلى الحكومة من ناحية ومن ناحية أخرى أن تتعلم أنه حتى الآن مع أنها تلقت هذه الأموال لم تستطيع أن تقف على رجليها حتى الآن نعم دكتور كريم وائل لماذا تطالب الدولة في هذه الفترة بالذات بماذا تتضرع وما هي قيمة المنح التي حصل عليها أصحاب المصالح كيف تم احتسابها في حينه يعني المنح كانت تحتسب حسب الخسارة النابعة من فترة الكورونا ولكن كانت هناك يعني كما أسلفت هناك شروط الشرط الأساسي الأول هو انخفاض بأكثر من 40% من الدورة المالية أي أن المدخول انخفض بأكثر من 40% عن شاكلته في السنة الفائثة أي أن إذا ما كنا نحتسب لشهر أبريل في سنة 2020 كنا نقارن ما بين سنة أبريل 2020 وأبريل 2019 فبالتالي إذا ما كان هذا الانخفاض بنفس الفترات يحصل صاحب المصلحة على المساعدة والمساعدة هي بمقدار الخسارة طبعا مع انتقاص كل المصاريف التي تسمى مصاريف الأجور وما إلى ذلك التي هي أيضا لم يدفعها لأن العمال أيضا كانوا عاضرون عن العمل السؤال لماذا هذا التوقيت بالذات لأن الحكومة تريد أن تحصل على أكبر كمية ممكنة من الجباية في سنة 2021 لأن هذا الموضوع يقلل إلى حد معين من العجز المتوقع في ميزانية الدولة في سنة 2021 وهذا طبعا سوف يزيد من شعبيتها بأن هذه الحكومة استطاعت في خلال شهور قليلة أن تتغلب على قسم كبير من العجز وهذا هو أحد الأسباب التي لها طبعا مناحي سياسية تفكير مادية أكثر مناحي اقتصادية نعم دكتور روالي سياسي أكثر تريد الحكومة أن تجمل نفسها أمام الجمهور فقط نعم دكتور روالي كريم هل ممكن أن تطلعنا بما يتعلق بالمجتمع العربي عن حجم هذه الظاهرة إن صح التعبير كم نسبة أصحاب المصالح في الوسط العربي المطالبين بعمل الأموال نحن نتحدث الآن عن عشرات الآلاف من المواطنين العرب الذين تلقوا في هذه المرحلة إشعارات من سلطة ضريبة بمطالبتهم بإرجاع منح نابعة من كون هناك إشكاليات معينة في كثير من الحالات في الغالبية العظمى من الحالات الإشكاليات غير متوقعة غير منوطة أو متعلقة بالشخص نفسه يعني متعلقة مثلا انظر إذا ما كانت المقارنة ما بين شهر أبريل هذه السنة وأبريل في السنة الفائثة أنت تعلم بأن الكثير من المصالح العربية تعمل في مجالات البنية التحتية والبناء والإسكان وهذه الفروع هي فروع متذبذبة بحيث أن لا يوجد هناك ثبات في وطيرة العمل ولا يمكن أن نعتمد فقط عن مقارنة ما بين شهر أبريل هذه السنة وأبريل سنة الفائثة يجب أن ننظر إلى حقيقة واقعة وحيدة هل هذه المصلحة أغلقت؟ هل صاحب هذه المصلحة اضطر أن يجلس في البيت؟ وهذه الحالات موجودة للغالبية العظمى من المجتمع وبالتالي يجب أن ننظر بمنظار مختلف نحو مجتمعات مختلفة نحو مجالات عمل مختلفة ووتيرات عمل مختلفة بحيث أن أنواع الأعمال التي فيها ووتيرة عمل ليست ثابتة لا يمكن أن نعتمد الطريقة التي اعتمدتها الحكومة السابقة بفحص حقية أي صاحب مصلحة لتلقي منحة أو عدم حقيته وهذا موضوع يجب أن يبت في أروقة محكمة العدد العليا وأعتقد أن يجب أن يكون هناك أيضا ضغط جماهيري واضح على الحكومة لمنع هذه الخطة التعسفية إلى حد كبير التي فيها السلطة الضريبة لا تأخذ بعين الاعتبار كثير من الاعتبارات التي هي بالضرورة مهمة جدا ليس فقط للمجتمع الضعيف وإنما للاقتصاد العام ككل كل مساعدة تعطيها الحكومة بشكل عام إلى المجتمعات المسحوقة تترجم بشكل مباشر إلى طاقة استهلاكية والطاقة الاستهلاكية تترجم بشكل مباشر إلى نمو اقتصادي يعني أصحاب العمل عندما عادوا إلى العمل بعد الكورونا لو لم تكن هذه الأموال أعطيت للمستهلكين والمجتمعات الضعيفة لما استطاعت أصحاب المصالح أن تبيع أي شيء يعني انظر كيف يمكن بعد تقريبا سنة من أن تكون عاطلة عن العمل أن تعود إلى نفس وطيرة الاستهلاك التي كانت في السابق هذا غير ممكن ولذلك استطاعت إسرائيل أن تخرج بشكل أفضل بكثير من دول كثيرة من موضوع الكورونا بسبب هذه المساعدات الآن تريد إسرائيل أن تسترشع هذه المساعدات من هذه العائلات المسحوقة هذا موضوع غير منطقي ولا يوجد له أي سابقة قانونية في التاريخ نعم دكتور وائل يعني وأنت خبير اقتصادي كيف تتم إعادة هذه الأموال نقدا أم يعني بطرق أخرى وهل كل شخص يعني تلقى إنظارا دكتور يعني هل كل شخص تلقى إنظار لإعادة هذه الهبات عليه إعادتها فورا أم بالإمكان الانتظار ممكن أن يتغير الوضع يعني الإنذار جاء من سلطة الضرائب ويقول بأن كل من يبادر إلى إرجاع الأموال حتى نهاية هذا الشهر يستطيع أن يقسم المبلغ إلى دفعات وبالتالي طبعا هذا موضوع يقلل من إمكانية يعني أو يقلل من عبئ الدفع وطبعا مع شبه تهديد من قبل سلطة الضريبة أن من لا يقوم بذلك في هذا الشهر في السنة المقبلة سوف يضطر دفع الأموال مع الفوائد ومع كل الزيادات ولن يحصل على إمكانية لتقسيم المبلغ على دفعات يعني هذا شبه تهديد مبطن أنا أعتقد أن المحكمة العدد العليا يجب أن تتطرق إلى هذا الموضوع بحيث أن سلطة يجب أن تتعامل مع مواطنيها ليس بهذا التعامل وهو تشكيك بأمانة المواطن الذي قام بتقديم طلبات المنحة وإنما بالتعامل معه بنوع من الرحمة لأن هؤلاء أخذوا هذه الأموال وفقط من خلالها استطاعوا أن يمروا هذه الفترة بكرامة ولو بشكل بسيط رغم كل الظروف الصعبة التي مرت فيها هذه العائلات في هذه الفترة نعم دكتور وائل هل يمكن أن يقدم صاحب مصلحة اعتراضا على الغرار الصادر عن الدولة وماذا يعني لو أن صاحب مصلحة قرر عدم إعادة هذا المبلغ والآن يشاهدنا بالتأكيد عدد كبير من أصحاب المصالح في المجتمع العربي طبعا الحكومة أو السلطة الضريبة تقول بأن من لا يقوم برجاع الأموال بشكل سريع ومباشر قبل نهاية هذه السنة من خلال عملية تقسيم دفعات أو اتفاقية مع السلطة الضريبة ستضطر في السنة المقبلة لدفع غرامات وفوائد وما إلى ذلك الإمكانية مفتوحة لدى كل مواطن يعتقد بأنه لديه إمكانية لتقديم اعتراض على قرار سلطة الضريبة هذا حق موجود لكل إنسان ولكن السؤال هل سوف تقوم سلطة الضرائب بالتعامل مع الموضوع بشكل مختلف عما كان في السابق من خلال هذه الاعتراضات الجواب بغالبيته لا لأن الاعتبارات والمعايير هي معايير واعتبارات غير منطقية لا تأخذ بعين الاعتبار أي اعتبار مباشر من خلاله يمكن أن نقول بأنه إذا كانت انخفاض 39% فلا نطالب أن يعيد صاحب المصلحة أو المواطن كل الهبات التي حصل عليها وإنما قسم منها يعني يجب أن يكون هناك أخذ وعطاء بين قوسين بين الطرفين بين سلطة الضرائب وبين المواطن بحيث أن لا يضطر المواطن لإرجاع الأموال فقط لأنه كان هناك إشكالية بسيطة ومؤقتة في نسبة الانخفاض في مدخوله في فترة الكورونا نعم دكتور وائل صحيح أننا اليوم نعيش بدون إغلقات لكن هناك مجالات مختلفة لازالت تعاني من ويلات الكورونا مثلاً وانتذكرت هذا الموضوع قطاعاً للسياحة ماذا عن العاملين في هذا المجال؟ يعني لا أسف رأينا وزير المالية في البرحة قال بأن يعني من لا يجد عمل في مجال عمله وهو يعني التقرق إلى هذه المجموعة بشكل خاص فليغير مجال عمل ولكن السؤال يعني كيف يمكن تغيير مجال عمل بهذه السرعة وبهذه الصورة بدون أن يكون هناك مساعدة حكومية مباشرة لهذه المصالح أنا أعتقد بأن هذا التصريح كان تصريح حزين غير صحيح وغير منطقي يجب أن نتعامل مع هؤلاء بمقدار مرتفع جداً من الرحمة خاصة وأنهم حتى الآن لم يخرجوا من الضائقة الاقتصادية التي تخلوها في الفترات الكورونا السابقة والمتوقع المستقبل ليس بالضرورة أفضل مما كان يعني لا يوجد لديهم أمل كافي بأن يكون هناك إمكانية للخروج من هذه الضائقة وهذه البلبلة وعدم الوضوح التي يعيشون فيها هؤلاء أنا أعتقد يحتاجوا من الحكومة على الأقل على الأقل إعطائهم إمكانية لتلقي قروض بشكل ميسر من ناحية ونحية أخرى على الأقل أن تكون هناك هبات تعوضهم عن الفترة التي سبقت حتى الآن وتفتح لديهم مجالات إن كان هناك من يقرروا أن يغيروا مجال عملهم أن تكون هناك مساعدات حكومية تساعد هؤلاء في تغيير مجال عملهم لا يستطيع الإنسان أن يغير مجال عمله بعد ثلاثين سنة بدون أن يكون هناك إمكانية دعم من طرف آخر وخاصة أنه يخرج من مجال عمل وهو يعني بين قوسين مكسور ومنهار فكيف تتوقع منه أن يفتح مجال عمل جديد بدون أن يكون لديه نقطة انطلاق فيها يستطيع من خلال سيولة معينة أو مساعدة معينة أن يبدأ من جديد نعم الخبير الاقتصالي دكتور وائل كريم كنت معنا في بث حيوان بشر من كفر كنة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا